السلام عليكم طلبنا منكم انكم تكتبوا لنا ايش هي الاشياء اللي تابون تغيرونها في لعبة Battlefield 2042 عشان تصير افضل من الوضع الحالي وماشاء الله تبارك الله كان في تفاعل كثير على الفوست وعشان كذا اخترنا افضل النقاط اللي نشوفها فعلا لو غيروها راح تحسب من اللعبة واذا عندكم اي شي ثاني برضا اكتبوا تحت بالكومنتان خلونا نبدأ علي عبدالله قال اصلحوا مشكلة تنافر الرصاص الخاطئ او اختفاءة هذه اشوفها اسوأ مشكلة باللعبة حاليا اكثر من لقطة اطلق على العدو ومتأكد تصيب فيه يجي 100% لكن ما يجيني شعور ان كلها جات فيه يعني يطلق على العدو يطلق 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 ويحس ان ضربات الرصاص ما تضرب العدو يعني ما في مؤشر يقولك ان ضرب العدو ولا يشوف العدو يموت قدامه فهو يبغى ان هذا شي يتعدل عكس اللعب الثانية دائما يكون عندما تطلق على شخص تشوف ان الرصاص ضرب فيه والعدو ما ياخذ وقت انه يموت يعني ما يسرك الناس فنجة يجمع الرصاص ومحمد طاه يقول المابات تفتقد للمواجهات والافضلية للدبابات والطائرات وفيه صعوبة في التنقل وعدم موجود شي يقدر يحتمي فيه من السنايبر او الاسلحة النصف الية اللي ممكن تقتلك برصاصتين طبعا هو قصد ان الماب جدا كبير لدرجة ان الافضلية في الماب تكون دائما الى الطائرات والدبابات او اي شي متنقل اما الاشخاص اللي يمشون على رجولهم هذا وضعهم ما يمشي ابدا ويموتون بسرعة من اي طلقة سنايبر او اي طلقة شي ثاني ولا في اماكن في الخريطة الكبيرة هذه يختبون فيها عساس ما يجيهم هذا الشي تي اس تي اس يقول ألغي نظام المتخصصين معاجبه مثل الخطاف اللي يخليك تتسلق الجدران والرشاش الآلي ثابت وغيرهم طبعا هذي واضحة فيه نظام متخصصين في اللعبة يعطي قدرات تستخدمها زي الخطاف اللي قالك ان فيه خطاف يرميه ويتسلق الجدران هذا يكون طبعا مشكلة اذا واحد متخبي ورا الجدار وانت تطلق الخطاف وتجي ورا تطلق عليه هو بنفذر ويقول ان هذا الشي يعني ما ينفع ولا يكون فيه عندك رشاش الآلي ثابت يبغى ان نظام متخصصين ينشال من اللعبة بدر بي 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 يقول أصغر المابات وخلي فيه ديث ماتش أكيد طبعا أقل عدد اللاعبين فيه عشان يتناسق مع المابات أقصد في الأطوار الأساسية هذي واضحة طبعا إن المابات يصغر لهن حجمه كبير جدا ويخلي فيه ديث ماتش ويقل العدد الناس اللي موجودين في الديث ماتش نفسه بحيث يتناسق مع المابات المسغرة اللي هو يبغى تنحط فيها أوكي واوا تورو يقول طيارة الأباتشي كانت قوية جدا بالأجزاء السابقة والحين ما حد يستخدمها لضعف الدامج تبعها يعني ياليت تذبح واحد لازم أصير أحول للراكب اللي تحت عشان أقتل أوكي هو مرة زعلان إن طيارة الأباتشي وتعتبر واحدة من أنواع الطائرات في اللعبة كانت موجودة بالعاب سابقة من سلسلة بات الفيلد وكانت مرة قوية لكن في هذا الجزء يقولنا ضعفوها المرة الدرجة إن ضرب حقها ما صار يقتل بسرعة يعني عشان تذبح واحد يقولك لازم تنزل تحول إلى راكم وتنزل تحت وتقتل بنفسك ما في الطيارة أجل؟ يعني صارت تكسي دي ما هي طيارة رمسيس وكثرو هذا اختصرها رمسيس إضافة طور قصة واضحة يبغى طور قصة تكون في اللعبة هذا يمكن يزيد من متعة اللعبة لكن ما لا دخل في الملتبلير اللي قاعد يصير أو الشكوات الناس لكن أنا أتفق معاه لو حط طور قصة في اللعبة راح يضيف لها متعة أكثر وأيضاً يعطيك سبب أكثر أنك تتبع الفلوس هذه على اللعبة أنك تعبها زكريا الحقاني يقول إظهار جدول الترتيب في نهاية كل جيم مثل كل أجزاء بات الفيلد السابقة حالياً ما نعرف كم قتلنا إلا من داخل الجيم طبعاً هذه مرة واضحة الألعاب اللي تكون شوتر أو الألعاب التصويب دائماً بعد كل قتال يوريك جدول الترتيب حتى موش لعب شوتر أي لعبة تنافسية بعد ما ينتهي الماتش أو القتال يوريك جدول أنت كم قتلت أنت كم مرة مت، أنت كم مدلش وعدك ترتيب هذا فعلاً شيء أساسي وأنا مستهرب ما حطوه في اللعبة تدخل نص اللعبة وتشوف هذا الشيء، لا المفضل أيضاً لما تخلص الماتش يطلع لك أنا أتفق معه سعود سكسي فايف يقول أحل مشكلة الفريمات باللعبة، وأرجع نظام اللعبة للكلاسات، وأحسن نظام الإنعاش للأفضل واضح كلامه مرة، ما ينبغي حفاجة لشطح شيء بندر يقول، نفسي لو المبات تتغير والأسلح تكثر ويكون في توازن بينها والمركبات تقل وتصغر المبات يا بندر، أنت أول شيء تبغى المبات تتغير، يعني المبات شكلها كلها يتغير، مو الحجم بس صح؟ الأسلحة تبغاها تكثر بعد، الأسلحة موجودة في اللعبة، ماهم كافيتك، ويكون في توازن بينها، يعني تبغى يزودون أسلحة ويحطون توازن نحن هذا جداً صعب، لأنه بالموت الحين حطوا توازن بالأسلحة الموجودة، تبي برضو يزودونها ويوزنون بينهم، والمركبات تقل أوكي، هذين معك، الملقبات كثيرة، وتحس أنها صارت ساحة سيارات، يعني ودبابات، مش لعبة حروب باتل فيت المتعودين عليها وتصغر المبات، صح، لأن المبات مرة كبيرة، الدرجة تغصب تركب دبابة أو مركبة وترعب فيها، وهذا الشيء مرة يعني يضايق الناس هاتم اي اتش يقول، إضافة مابات للمشا مثل مترو، هذي واضحة، وكلام صح، يعني الماب يكون جداً ضخم ومجداً كبير، وما في يعني أي شيء تقدر تسويه إذا ركبت طيارة أو ركبت مركبة، إذا ما ركبت مركبة، رح تموت بسرعة، عشان كده يبغى مابات تكون خاصة للمشا، مابات صغيرة، بتكون فقط للمشا ما فيها مركبات، ومترو قصناً شي تحت الأنفاق، يعني، وش يدخل الدبابة شي تحت الأنفاق؟ عمورة غيمينغ يقول، هذي عجبتني، أعملها مجانية، والله تصدق يا عمورة أنت كلامك صح مية بالمية، خصوصاً توجه الألعاب اللي نشوفها الحين، مثل لعبة هيلو، هيلو إنفنت بتنزل ملتي بلير، وراح يكون فيها مجاناً الطور الملتي بلير كل، فهذا الشيء فعلاً ممتاز، فأتوقع لو بدل السعر اللي حطينا للعبة هذي، وهي لعبة فقط ملتي بلير، خلوه مجانية، هذا الشيء راح يرفع من نسبة اللعبين دخلونا اللعبة ويلعبونا، وأيضاً راح يرفع من نسبة فايدة اللعبة أو خنقول قيمة اللعبة بالسوق، الح blindfold – رقم 20، رقم 20، راح يقول لك أن تطلق مع دعاء السياسةdrumسط لديك خطوة الهيار. يقول لن أفصلوا بين السيفراءات الـ console عن سايفراءات الـ PC هذا ينموحك انتبه بموضاعات الـ. لأن دائماً سيفراءات الـ console والـ PC يكون فيها الناس يلعبون بأجهزة مختلفة، فالـ PC يكون عندك كيبورد وماوس وهذا الشيء في العهب الشوتر يكون جداً طاق جداً طاق جداً مفيد، و جداً أحسن مليون في المية من الكنترولر أما الكنسول محدود على الكنترول صحيح إنه في تقدر تشبك ماوس وكيبورد بس يظل ما يجي نسب فكرة البي سي عشان كذا هيقول يبغى السفرات تنفصل عساس لما اللاعبين يواجهون بعض يكون في ما في غشف الموضوع وما في شخص يجي أفضلية عشان عنده ماوس وكيبورد في التحكم وهذا كانت الاختراحات اللي أعطتهم إياها عشان تخلون لعبة Battlefield 2042 تكون أفضل من اللي موجودة علينا إذا عندكم أي شي ثاني أيضاً اكتبوا تحت في الكومنتات وإذا عندكم ألعاب ثاني أيضاً تابعون أن نسوي عنها نفس فكرة هذه اكتبوها تحت أيضاً في الكومنتات كما كفت شيحة يعطيكم العافية ومع السلامة